ناقش اجتماع ناقل بالعاصمة المؤقتة عدم برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتدريب المهني عبد الربو المحولية ناقش الاحتياجات ذات الأولوية من مشاريع عادة تعافي للمؤسسات التعليمية وتدريبية في مختلف المحافظات اليمنية وتطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير القطاع التعليمي وتدريبي ضمن رؤية عامة لعادة التعافي وإنعاش القطاع في مختلف التخصصات النوعية والتقنية وكيفية تشكيل لجنة لصياغة المشاريع ذات الأولوية للعمل عليها خلال الفترة القادمة